محافظة المثنة أفقر محافظات العراق اتخطت نسبة الفقر بين أهاليها الخمسين بالمئة ومئات العوائل فيها تشكل حاجة والعوزة وتفترش الشوارع وزادت طين بلة في المحافظة تفاقم أزمة السكن والبيوت واطئة التكلفة التي لم تسلم لمستحقيها ولفها الدمار بالرغم من إنجازها منذ سنوات لا يزال الكل يعرف بهذه المحافظة أكثر من خمسمائة ألف شخص يعانون من فقر وحرمان وتهميش واضح من قبل الحكومات المتعاقبة اليوم ما يثير علامات الاستغراب هو تفاقم أزمة السكن بمحافظة المثنة رغم وجود بيوت واطئة الكلفة التي الآن ممكن نستطيع أن نقول أنها تندثر يوم بعد يوم البيوت واطئة التكلفة دلالة كبيرة على الإهمال والفشل الذي صحب عمل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 حيث كلفت هذه البيوت مليارات الدنانير ولم تسكن من مستحقيها حتى اليوم وباتت تحتاج الكثير من أعمال الترميم علاوة على تسليم بعض هذه البيوت إلى عائلات ذات علاقات مع مسؤولين دينفوت مشروع الفساد ثاني أنه هي البيوت أصلا مبنية على متجي مجموعة من المشمولين بها تنسكن الآن بعد تركها وللاندثار لازم الآن تطيف لوس ثانية تخصص مليارات ثانية حتى تعيد أنه ترميمها هذا أنا أعتبره فساد وفساد واضح جدا بالحقيقة في بعض البيوت مفتوحة ويسكنها ويشغلها بعض المواطنين عنوة أو بالاتفاق مع مسؤولين لا نعرف لماذا لا نعرف ما هي الآلية لاستلام هذه البيوت لا نعرف هل هي متركة للمزايدات السياسية هل ستترك إلى وقت قريب من الانتخابات لتوزع وبالرغم من التحقيقات التي فتحت للبحث في ملف البيوت الواطئة في المتنة إلا أن هذه التحقيقات لم يسفر عنها أي جديد ويبدو أن نتائجها لن ترى النور قبل أن تتحقق مآرب متنفعين منها تعددت أشكاله